بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة السلفية في الهيمن فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة ستة مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوحاب عليه رحمة الله طعموني إخ بن أحمد المغربي حفظه الله تعالى كور نمارو كاتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأخذنا أمس الموضع الأول من هذه المواضع التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في السيرة المتعلقة بالتوحيد والأمس الموضع الأولى من الموضع الأولى ذلك قصة بداية الوحيد بداية الآية في القرآن أنه أمر الله عز وجل بإنذار الشرك وتحذر منه أحسنت أحسنت هذا الموضع الأول بداية الوحيد والشاهد أن الله سبحانه وتعالى أمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالإنذار من الشرك والدعوة إلى التوحيد يا أيها المدسر قم فانذر وربك فكبير وثيابك فطهير والرزة فهجور أي الاسنم الشرك أي mets en garde contre le الشرك ce point de la biographie il te montre أيها المسلم أن la دعوة du Prophet صلى الله عليه وسلم elle a commencé بهذا mettre en garde contre الشرك mettre en garde ceux qui adorent autre qu'Allah يعني leur montrer أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الشرك إلى آخر وصيات المزيد سيأتي المزيد إن شاء الله وتعالى قبل ذلك نقرأ عليكم كلام في هذه الرسالة براءة الصحابة الأخيار من التبرك بالأماكن والآثار حوار مع الدكتور عبدالعزيز عبدالفتاح القاري هذا هو الله ما ذكرناه أمس أنا بعض الناس يفون في جبل حرا أي تتبع الأثار حتى الكفار الآن كثير منهم يفون هذا يفون يفون يرشون في الأخير يترون 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 مونمون يترون والعياد بالله كثير منها في الشرك يترون 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 أي يمكنك تشترك بشكل تشترك في ديننا لا أصل لهذا تساعدك الشيخ ربي حفيد الله رد على هذا الرجل عبدالعزيز عبدالفتاح القاري أصلحه الله هذا الرجل يدعو يدعو بكل صراحة إلى يسير ديشوز بلا أدلة والشيخ ربي حفيد الله رد عليه سترسالة فقال في بداية رسالة نحن نقرأ بعض بعض المواضع فقط نحن جبل حرة إلى آخره لكن قال في البداية هذا مهم هذا قال الشيخ ربي حفيد الله وهذا فيما يبدو لي أن من بواعثته أو بواعثه أي سكيلبوسي أي سدوكتور قال وهذا فيما يبدو لي أن من بواعثه حب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كثير من الناس مثلا يفعلون نفسها ما يؤثره هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم كيف منهم؟ النوى ليس من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحب أيها المسلم يجب أن تفقه هذا الحب مقيد بالشرع هذا الحب يجب أن يتلمي من القرآن السنة قال الشيخ ربي حفده الله قال لكن هذا الحب جرى القاري ومن على مدهبي في تعلق بالآثار إلى ما يبغيظه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم هذا المخزوه لهم لا يمتلك في القرآن والسنا لا يمكنك رفع أهم شيء كالله وصفينه يدستم فلن تتنب لأبود الله سبحانه وتعالى يتنب لماذا يتنبه 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 ومن أعظمه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كنتم تحببون الله انتبعوني يحببكم الله لكن يمكنك اضطعه لا تجب ان تتنبه في الوذف سوف ينوفر ، سوف ينوفر ، سوف يطلق في الظلال والله سبحانه وتعالى الرسول يبتس في الظلال الانسان يفعل اتنشون الغلو ثم الشيخ ربيع إلى سيتي دائد الله إلى آخره ثم قال فالذي يحب الله ويخشاها لابد أن ينضبط بهادي محمد صلى الله عليه وسلم وسنته في عبادته لله المعبرة عن حبه وخشيته لله هذا ستعمور انتكتا وغير لبعه تلقيته بالكتاب والسنة سوف تحب الله سبحانه وتعالى ترده فاطر أنت تهتم الوحيد يجب أن تحبك لكن يحب هذه الإحبة من تحب جدا لذلك فالأطفل المحبة التي تتساعدت فعatique المحبة كبيرة لكنها تحب الأصدر سوف ينوفر يقول هذا سوف يحب الله أنت تحب الله الأخيرة لأن الاصente من الذين يتم ستقلوا路 submission لذلك المحبة سوف يحب الله فالأين لا يزال سوف يحب الله كيف يشترق يشترق به سبب؟ أيها الإنسان يجعل يدعوه وكذا سببه اعطيه هذا الأمر الذي يستمره فهل يجب ان يتبع فيه كل شيء يشترق على التطبيق هناك تقول هناك أنه يتبعه فعلاً أن يسترق المعجلة فهم دائماً فهم يتبعه فهم يتبعه فهم يتبعه هكذا مواقعون المثال بالمسلم في التقديم إن المسلم يثبت على هذا الشيخ سيبه دائما الموسلم ينزل البدء من لا إسأل المواقع بعد ذلك الشيخ فنه نحن يتحدث عن هذا النهام نحن نحن أكد سنة أو القرآن سيئ فلم نحن يتحدث عن الناس كما ستتوقع في هذا السبب إما الحديث إلي سأعب ثم الإثار اعبراك ولكن يجب فخوضنا السعابة أمور فرد عليه الشيخ ربيع حفظ الله بأمور ومنها قال الشيخ ربيع حفظ الله تمت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور كانه المعرور هكذا ابن سويت قال كان عمر بن الخطاب في سفرين رضي الله عنه هذا c'est un argument que الشيخ ربيع va servir pour رب pour contrer les arguments de هذا الرجل قال كان عمر بن الخطاب في سفرين فصلا الغدا ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتون فيقولون صلا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعمر il a fait le salate dans un endroit ils étaient dans un endroit avec عمر فعمر بن الخطاب il a vu que les gens ils venaient tous à un endroit et ils faisaient le salate un endroit spécifique ils faisaient le salate فقال فقال عمر إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخدوها كنا وبيعن بيعن بيعن أي l'endroit que les juifs ils adore يعني leur lieu d'adoration leur endroit d'adoration قال فمن فمن عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي عمر عمر رضي الله عنه فمن عرضت له فمن عرضت له قال ستفق دو هردو عن جماعة أما لا تدرس تساعد تساعد إلى آخر فالبدا فليهذا أنكر عمر فهذا ما يتعلق بالصلاة ثم قال شيخ ربيع ومن هنا نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع المواقع التي صلى فيها رسول الله وإيد فهمه الصحابة الحاضرون كذلك les compagnons qui تبخز avec عمر ils étaient tous d'accord avec عمر يساعد هذا الآن يسمع عمر يسوا 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 يو لعنه هذا يسوا يسمى أو ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك لماذا يفعل ذلك أو أحدهم أو من هذا المكان قال وقد انهت في هذا النهي الذي صلت فيها رسول الله إتفاقا لا قصدا للصلاة فيها ومنها هذه المواقع هذا مهم لكن definitive مثلا انهت دائ reviewing انهت في هذا المكان ف faktiskt لما أريد أن كان في ذلك فقط في فصلة الغربا وضع نادل لست أسلم لا تنسى فقط في فصلة الغربية فقط هذا هو اعطب فكتن فضلك يفعل لفصلة وغضرت وعليم وعليم بان امار وعليم بان امار كانوا يبالون يتبع لزندغوة وكالبروفية صلى الله عليه وسلم إلى قفئ القاري هذا يستدر بهذا فقال الشغرابيه وابن عمر مشتهد له أجر اجتهاده وإن كان أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران والصواب مع كبار الصحابة وسائرهم وهدهم هو الموافق لتوجهات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أسلفناها ابن عمر إلى اجتهد الصواب لتعفق صنبي عمر أبو بكر أبو عثمان أبو علي كبار الصحابة يزوجان في هذا فابن عمر مثلا سيس دي بلاسي دو المدينة إلى مكة مثلا يفزي الصلاة وكل بروفيت صلى الله عليه وسلم يفزي الصلاة اجتهد منه ولا يعلم أن غيره من الصحابة فعل ذلك وكالبانوتخ وبانيوك يفزي هذا فابن عمر كما تعلمون من شدة محبته للسنة كان يتحر ذلك الأولى ما فعله عمر وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال شيخ الإسلام من تيمية شيخ الإسلام من تيمية يفزي هذه المسألة قال وكذلك ابن عمر كان يتحر أنه يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحر أي الشيخ شيري صلى الله عليه وسلم قال بروفيت صلى الله عليه وسلم قال وينزي المواضع منزله هم مثلا Littleboy صلى الله عليه وسلم سقرت وعصر dans cet endroit ابن عمر وعصر ايضا قال وينتتوضى في السفر حيث حيث رأى يتتوضى ابن عمر رضي الله عن مثلا البروفيت صلى الله عليه وسلم هم يعrivé الوضوь dans cet endroit ابن عمر فزي الوضوه يبان عمر فزي الوضوه ايضا سيديدث قال قال ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء إذا سأل قول الصحيح أن جمهور العلماء عامة الصحابة يفزب هذا بل النبي صلى الله عليه وسلم نزجام المتخذ فيه هذا وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام قال كما لم يستحبه لم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاد بن جبل وغيرهم لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر ولو رأوه مستحبا لفعلوه صحيح أبو بكر إلى جمهور عمر وعثمان وعلي إلى آخره صغيتا خير اللغفة اللغفة ستمنطق أنه سن اجتهال وإن شاء الله إليه ريكمبان ريكمبان قال الشيخ ربي حفظ الله نقل كلام الإمام محمد بن وضاح القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه ما جاء في البداع سن كتاب نافع ما جاء في البداع سن كتاب نافع سن كتاب نافع سن كتاب نافع جدا لس كتاب et tu vas comprendre la gravité de البداع في الدين لس كتاب et tu vas comprendre la position de l'islam فاصل الان Research قال ابن وضاح رحمه الله وكان مالك بن آنس وغيره من عمال مادينة يأكرهون يتمنق تلك المساجد ومعاثر للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدینة معدى قوبا و أحد الآن ابن وعظة يتمنق أن مالك بن آنس الأمام إكساء أنه تجلس في المدينة يتمنق تلك المساجد في هذا المساجد لأنه يجب أن تشتخر ينسر إلى ده 언�ابس بشهو تلك المزيدة أيضًا للمساجة المسكتور لديك نفوش في المقاطر المعجد من القرآن لا يوجد وحب لديك أجهد في المقاطر ولكن لديك أجهد للك يجب من البيض ويحب لنبقه يقول هكذا لمن في مكة أو البسكون هناك يترى فهد بأنه الذي يعرف يقول في مجيز يقول ذي مجيز سيطر هذا يهجر إله من هذا بأسفأ لأنه إساقيرا كثير من الأشخاص إبليس أسفأل في يسانة لماذا أفعل للناس في جنسة؟ أنا خلقتني من نار إنه إساقيري سيطرق يهودونهم يفعلون النصراء يفعلون في عيسى يسوا sigue أغري و هكذا فنحن لا يجوز le Prophet صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو نحن فى پة دي اخرج واجهات ابدان انفقا للمدينة انفقا للمذينا انفقا للمذينا انك تسوفي للمذينا هكذا انفهم انفقا للمذينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل موقف مالك يكرهون يكرهون قال أيبن وضاح وسمعت هم يذكرون أن سوفيان الثوري الإمام قال إذا كان يدخل المسجد بيت المقدس فصلا فيه ولم يتبع تلك الأثار ولا الصلاة فيها وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به وقديما واكع أيضا مجد بيت المقدس فلم يعدو في على سوفيان يجب أن يكون لديه ولم يتبع فيه ولم يتبع كل شيء فيه ولم يتبعه كَمْ مِن أَمْرٍ هُوَ الْيَوْمَ عَرُوفِ عِنْدَ كَثِيرُ مِنَ النَّاسِ كَانَ مُنْكَرًا عِنْدَ مَنْ مَضَى ابن وَبَّهِ يدِي سُوِي هاولا لَيَوْلَا لَيَوْرَ الْأَوْرَى سُوِي هَوْرَى سُوِي لَيَوْرَى وَأَمَةُ السَّلَفِ إِنَا الْيَوْرَى سَيُوا يَوْرَى الْأَوْرَى يمكن أن يفعلوا ما يقولون أنت مرحبا يا أخي قال عزوجل إن هذا سراد المستقيم فتبعوه ينسي انك طرح ماذا؟ إذا فعلت أخرى ثم تتجربت أو تتالي أو تنجح تأمل قال ابن الوضاح فعليكم بالإتباع لأميات الهوذة المعرفين فقد قال بعضو من مضى الآن ابن الوضاح تقول ابن الوضاح لقد قال بعضو من مضى فقد قال بعضو من مضى يشتروا بحثة بلما يقول كَمْ مِنْ أَمْرِنُ هُوَ الْيَوْمَ عَرُوفِ عِنْدَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ كَانَ مُنْكَرَنْ عِنْدَ مَنْمَضَى هذه المسؤولة يقول كَمْ مِنَ الْعُمُورِ الْأَنِ يُسَنَنَ نَسَنَنَ يُسَنَنَنَنَنَنَنَا لِنْدَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عند السلف يدتستي هذه الأشياء احذه النائرة الآن بعض الناس، يستطيعون أن يقول السبب إذهب أزال المسكة مثل المديناء يقول سأخي الشامدين أو مكة لا يترون الإمام مالك ومن معه يكرهون ذلك السلف يدتستي هذه الأشياء أكثر الناس الآن يزيدون كيف هي التواضع؟ كما أن يبدو نعلم مالك ومن معه لكن جادر الآن أكثر الناس يجعلون. هذه هي التواضع قال كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكر عند من مضى ومتحبب إليه بما يبعده منه ومتقرب إليه بما يبعده منه وكل بدعة عليها زينة وبهجة أخير يقول كم من الناس يحمل الان هذا ليس كم بير ذلك كل ما بير ذلك اسمهما من يغلق سهل ولكن كثيران مثلاً يبير ذلك لأنه يببي السماء فرفي ببقى و قال لي ب�ب قال ببرايسك أنه مبنة أنه متزفر عنه لأنه كل فوق يسميا فهن لكن هذا المؤمنين يجب أن يجبه كي Southernari ما 23 cash. كما أن ترى الآن لماذا قد قد ترى بعض التوبات؟ Però لا ترى ترى التوبات, فكريين! الشيء لله هو من أعظم القربات. فهو لا يفق التوبة. فهو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توبة لمبتدعة. المبتدعة لا يفق التوبة. العلماء يقولون أنه لا يوفق التوبة. فهو لا يفق التوبة. لأن هذه المعصية هي باسم الدين. لذلك يجب أن تكون هذه المعصية. وقال زيل الدين مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله في كتابه شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور. قال محمد ابن وضح كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان المساجد وتلك الآثار بالمدينة ما عدا قبى وأحد. ودخل سفيان بيت المقدس إلى آخره. ذكر نفس الآثار. ثم قال أي زيل الدين الكرمي رحمه الله في كتابه شفاء الصدور وقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وسائر السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين جمع الصحابة قال يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم أنت تأمّل على الجنرات المدينة إلى مكة من المدينة إلى مكة ولم ينقل عن غير ابن عمر هذا ولم ينقل على الجنرات المدينة إلى أجر ثم ننتقل ولم ينقل على الجنرات المدينة إلى المدينة إلى المدينة إلى مكة ولم ينقل على الجنرات المدينة إلى 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 وما يقول جبريل بلوحي إليه سمقار رحمه الله هذا سيكون لطيفينا ونحن نتأميه ونحن نتأميه في نفسه أن جبريل يأتون في حرا في مكة قال فتحنثه وتعبده التحنث العبادة قال وتعبده بغار بحرا كان قبل المبعث هذا سيكون مهم أن النبي صلى الله عليه وسلم le fait qu'il a duré الله سبحانه وتعالى حرا c'est avant la révélation ça c'est important c'est important comme il va montrer شغل الإسلام قال قال كان قبل المبعث ثم إنه لما أكرمه الله بنبوته ورسالته وفرد على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه أقام بمكة بضع عشر سنة الآن après la révélation le prophète صلى الله عليه وسلم il est resté à مكة 10 ans 10 ans est-ce qu'on a un délil qu'après la révélation dès qu'il a commencé à faire دعوة il est retourné à حرا أبدا ça te montre أننا أرى لابا ce n'est pas مشرو dit أن النبي صلى الله عليه وسلم dès qu'il a reçu la révélation il n'allait plus là-bas enfin النبي صلى الله عليه وسلم ça sur un bien il nous aurait dit il nous aurait dit celui qui va à حرا il attend comme récompense النبي صلى الله عليه وسلم il n'a jamais été après la révélation قال أقام بمكة 10 سنة هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم أفضل الخن ولم يذهب هو ولا أحد من الصحابة إلى حرا le prophète صلى الله عليه وسلم au خلال la révélation il n'est jamais retourné dans la grotte ni ses compagnons أبدا قال ثم هاجر إلى المدينة واعتمر 4 عمر ça c'est مهم ça c'est مهم النبي صلى الله عليه وسلم il a في الهجرة 4 fois il est retourné en مكة قال عمرت الحديبية il a آخرé il explique il explique عمرت الحديبية nous on passe قال ثم هاجر إلى المدينة القابل عمرت القضية عمرت القضاء قال ودخل إلى مكة il a آخرé il cite les 4 عمرت النبي صلى الله عليه وسلم il n'est jamais retourné à Hira أبدا mais quand il est parti à Hira il n'avait pas la révélation il voulait s'écartir de son قوم il a trouvé cet endroit il a adoré الله pourquoi النبي صلى الله عليه وسلم tu vas là-bas c'est ça la question qu'on se pose pourquoi c'est une perte de temps et c'est un sebeb de relou la personne il peut exagérer la grotte il croit que les pierres ils écrivent sur les murs tout ça mais dites bien أنت t'as déjà vu العلماء السنة هنا أبدا صلى الله الثباس هذا c'est du tourisme hein c'est du tourisme هذا exactement c'est du tourisme صحيح لأن أولا تشبه بالكفار تعلمون أن الكفار ils font des expéditions des mois ils cherchent des squelettes صلى الله العافية عندما c'est les animaux qui cherchent des squelettes qu'est-ce que je veux faire avec un squelette on t'emmène 20 squelettes c'est la faïda tu as gagné quoi dans ton dîn le ilm c'est trop lourd tu crois que c'est que tout le monde Allah il offaq le majjid livre après livre c'est lourd ceux qui patientent ils seront à la khay mais comme le dit du tourisme notre dîn il n'y a pas je recherche des squelettes des anciennes constructions des anciennes mosquées il n'y a pas ça notre dîn le dîn c'est apprend ton dîn fa'alam annahu la ilaha ilallah et t'applique et l'asr il n'a l'insan a la fi khusr il n'a l'adhina amano c'est ça l'ilm ou aminu salihah les oeuvres c'est ça on va aller rechercher tout ça c'est des chemins tu pourras te garer et l'ayadou billah on va aller au revoir le tîn la tîn la tîn la tîn la tîn la tîn astaghfirullah نعم يشكرنا ما هذا؟ ايه، او قد نستطيع أن نستطيع ان تستطيع نستطيع تستطيع الانكسر هذا PERSON! نعم، عليك تستطيع القعدة، نستطيع التعالي من نوعكم لا يتسأل رجلك المعلمات السننة اتحدى للسنة لماذا لا ولا تستطيع قصد المعلمات التقصد يمكن النحر أنه يمكنه existed الانكسر عوال ولم يتقاً لا يستطيع أن نستطيع الانكسر انه يريد الكثير من الحياة ومن ومن وفهمه هؤلاء يتعبون فهذا يجب عليهم لكن ce تعليقه أنظر يفعل الجهاد وصلاه يفعل الجهاد فهوه هذا الذي يريد يفعل الكثير من الى الجهاد واصلتها دماز لا تخبر فـ يفعل جهاد فهذا يفعل الآن الجهاد يفعل جهاد يفعل جهاد لماذا لم يفعل الجهاد هذا صعب لحدهم ، العلمواد كانت اهتحسن على العلم سيده مقبول رحمه الله فعلهم اهُمَعَلَى صِحِيَسَيَ الْقَرِيمِ الله سبحانه وتعاله اتحبه العلمواد عالق watching مع بنا Brush يجب أن يتحدث يقول الـ جهد التفضل ثم يجب الناس لهم يتحدث بفاتوه للعلم اعافذ ان هذا الان يتطلب من جيدة لبعض الان هذه الان ثم يتطلب من جيدة ان يقولوا اليه الان غير مغلق انا هنا يجوز الانساعة تلقم الهل اولا السلاف لا ت أتكو الهل بداع ديهما جماز تتكديه الثواله يتحق دائما نحن نتواله نتباره Sناه نتباره نتباروه نتباره نتباره؟ نتباره نتباره ففي هذا الطبيب إن كانت تحقب و إن كان هذا الطبيب إذا كان يحطbo الشوى نعم فإنه سوف نرى فإنه أولانه رحلة فإنه ما أقول فإنه قد يقول الشوى فإنه أولاد الشوى فإنه حبل اللغة وفتبه نحن نفري في تنسل سميلا جدون سميلا جدون لا تفتحياتي دمازحر